لم يكن من مصلحة النظام منع هذه الأعمال لأن هذه الأعمال كانت تسوق لفكرة أنه نظام منفتح يشجع الفن وبالأساس نظام كان هناك صلة عميقة بين كثير من الفنانين والأجهزة الأمنية فلذلك لم يكن مصلحته منع هذا الخطاب الجريء نهائيا ولكن كان يضع عليه شروط يعني كان في خطوط حمر لا يمكن لا لياسر العظمى ولا لدريد الحام ولا لغيرهم تجاوزة يعني الحديث عن الطائفة الحديث عن الحزب الحديث عن الرئاسة بأي شكل من الأشكال هذه كانت خطوط عامة حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها ولا حتى بتقديم نص يرفض يعني حتى أنت إذا كتبت بنص وارتفض بتقدم فيك تقرير للأمن